بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في مادة نظرية الآلات ونواصل مع شرح الجزء العملي من هذه المادة وتحديدا في المحور السادس الذي بعنوان Gears نبدأ بالمثال رقم واحد المعطى هنا Gearing of Machine Tool مثل ما هو مبين في الرسمة ينطلق Gearing من Gears A opinion A هنا عليها المحرك بسرعة دوران 975 RPM دورة في الدقيقة وينتهي في الـ F طبعا number of teeth معطى بالنسبة للـ A 20 بالنسبة للـ B 50 بالنسبة للـ C 25 بالنسبة للـ D 75 الـ E 26 والـ F 65 المطلوب هنا هو The Speed of the Gear F هذه المعطيات طبعا كما بينا الـ C والـ E The Driven's هي الـ B والـ D والـ F في الأخير نطبق هذا القانون Speed Ratio هو أن أي تقسيم الـ NF في الحقيقة يساوي TP ضرب TD ضرب TF اللي هما الـ Driven's تقسيم الـ Drivers اللي هي T A T C T E كله معطى بالأخير Speed Ratio يساوي 18.75 من هنا ممكن أن نستنتج بما أنه الـ N A معطى تساوي 975 RPM على طول نعوضها في هذا القانون ونتحصل أنه الـ N F تساوي 975 تقسيم 18.75 يساوي ماذا؟ يساوي 52 RPM